وانتي من المفروض في النقابة تكون محايت وتحاول تسلح لا لا مواضيع قدر ش مرة تتلع لي واحدة تود تدافع الفنانين ولا ذوت الفنانين انا او دافعوا عن الفنانين الشورى في مادام المسخين منعرفهم ش لا سير سيرق مجرم تحبي ينقف معاه ويزيدي يسيبني وان بلوس يحقوا يتحاكم السيدة ذاية ما عنديش قدر هنا إذا ما عنديش قدر نفرض قدري بالقانون وهو يقول هلي نقبتنا مياشي قانونية هذا يكلام هنا نقبتي بابا راية مياشي فيسبوك نقبتي في الرايد الرسمي الجمهورية التونسية ولوزير قبله يستقبل فيها وانا سعح مع نقبات عربية تطفد لي كذي اي اموش على خاطر قل عليك هكت ولا يتقول علي لا لا مش خاطر قل عليها نجا وشكاو بيه يا اخويا واسكيفاري متعود شوف مقدد سمحني فيك أموليت أسلوب وكل ما يفيق من الثمنة يدور علينا وخيش دخلني أنا ما تشييش الحكاية ذي اي 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 اما حياته الخاص طب انه مينا جمشي يمينا جمش مينا جمش يتناقش معايا أنا الاربعة متاع العجية وقتلي أنا الاربعة متاع العجية قريب نذكر الحنود انه في قصة بتاع الصباح هو يقوم الاربعة متاع العجية شوية اللوز مملع قدام فيسبوك يحبي يشككني مع انت ويشكك الموسيقيين في قيمتي وفي شخصيتي هذا كلام بي انتي لهنا معاتا حتى كان متأثر شوية بنت علي شكون انتي عليش لي اهو شمفسر لك ربما متأثر بنت علي الي ينقد ويشبدلو دوسيات انتي نقدك حاتم الجزاني اشبدلو دوسي لا لا أبدا جاب الصوت في الدوسي ما نقضنيش هذو ما نسش كيوا بي جيد كلمتوا أنا بالمعروف رجل شيري كربه وعمل دنيا واحد من فلوس لعبيد قلت يخلص لعبيد وهذا هو مخرطين معي في النقابة وأنت لست منخارطا معي في النقابة مش مستعرف بيها نقابتك هو هو يستعرفه هو عنده نقابة هو قال عمالنا نقابة عنده نقابة نهار الاثنين ثوروا مع الوزير نهار الثلاث سكروها نهار الاربع تذي سمع نقابة هذا كلام هذا حتى كان هو نقابته معتنسي لهنا يعني هكا هكا تو أنا ألف مخرطين معي أما أنك تقول على فنين كيفك مجرم فهذا يضل مع تفنين يقول يو سارك شوف هذي يضل ولا ما تقولش عليها أي ما تقولش يقوله قول مصليه ما ليه هو يساب فينا يا أخوي يا أخوي قول متهم أكثر لا لا سارك ومتحايل لا متحك مش من حقك تقول لا من حقي قدموا بي قضايا وتوها على انظار السيد وكال جمهورية بصدفة بصدفة معتل حاتم جزيني انتي متحبوش كيو بي ملا صدق ليه نعم موت حق أنا ما كرههش لعباد أما الحق بابا الحق مر لا لا